موسيقى اليوم نعيش الجلسة الختمية لمؤتمر دولي حول المجتمع المدني ننظمه مختبر التغييرات ومركز ابنه الطوطة وكلية الأداب بنمسك وهذا المؤتمر عرف مشاركة مكتفة من كثير من الدول العربية وكذلك إقبال من الطلبة ومن الفعاليات الجمعوية والعديد من الجمعيات وهدفنا بالأساس هو تفعيل العمل الجمعوي ببلادنا لخدمة التنمية المحلية ثم تعطير هذه الفعاليات الجمعويين بما يجب أن يهتموا به من قوانين وتنظيمات ومن برامج ومن عمل جاد لأنه مجتمع المدينة أصبح مدستار من ناحية قانونية هناك مجال كثير للعمل في مجالات متعددة ونحن كذلك قطرحنا فكرة تنظيم جمعيات خاصة بالعمل التطوعي لتنظيم كأس العالم ونحن ككليات مستعدة كينا طلبة يتقنون اللغات مختلفة وطلبة في جميع التخصصات وإن شاء الله هذا المؤتمر الأول سندير المؤتمر الثاني والثالث وهذا نفتاح كبير من الجامعة على محيطها يمكننا في المؤتمر الدولي اللي كتنظمه كلية الأدب والعلوم الإنسانية بنمسيك اللي كان خاص بالمجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني وسبول النهود التنمية الترابية المندمجة واللي كان أحد المحطة الأساسية ديال التفاعل ما بالفاعل الأكاديميين الجامعيين وما بالفاعل الاجتماعيين والجمعويين خلال يومين أهم ما خلص إليه هذا المؤتمر الدولي هو تأسيس واحد محترف داخل كلية الأدب بنمسيك وداخل شعبات الجغرافية اللي غيكون خاص بمواكبة تقييم ودعم قدرات وأدوار جمعيات المجتمع المدني بشاركة ما بين الفعاليات الجامعية والفعاليات الجمعوية وغتكون عنده برنامج سنوي منتظم ديال واحد أعداد العملية ديال التكوين والتأهيل والتقييم والرصد وإعداد تقارير وبلورة مقترحات للنهوض بموقع وأدوار جمعيات المجتمع المدني خلال هذا المؤتمر الدولي استضفنا مجموعة من الباحثين الأكاديميين والباحثين في مختلف التخصصات في المجتمع في الجغرافية في المقتصاد لمناقشة موضوع مهم الذي الآن يشكل زاوية أساسية في بنابة المجتمعات باعتبار أن القرن الحالي هو قرن المنظمات غير الحكومية وضمن توصيات الأمم المتحدة وانفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على المنظمة غير الحكومية جاءت نظيم هذا المؤتمر ليسلط الضوء على أهم القضايا الآنية في المجتمع المغربي كتثمينا للمجهودات التي تقوم بها الدولة وهياكلها ومؤسساتها بحيث أننا اليوم نفتخر بوجود أزياد من 54 ألف تعاونية أزياد من 260 ألف جمعية أزياد من 300 ألف مقاولة ربما يعني الدور الجامعة هذا الدور الحقيقي دياله هي تكثيف الجهود وبناء رؤى تجسيدا لشعار انفتاح الجامعة على محيطها الخارجية كان نحن نفتخر بحضور مؤتمرين دوليين من الوطن العربي مؤتمرين من الأردن من سلطنة عمان من دولة قطر لمناقشة هذه المسائل ونتمنى سنخرج في نهاية هذا المؤتمر بتوصيات التي من شأنها تجويد وتفعيل وتشبيك المجتمع المدني والغاية الأساسية كما هو خلق تنمية مندمجة مع مختلف القطاعات وكذلك تنمية دامجة للفئات الاجتماعية الهشة